ازايكم عاملين ايه؟ يا ربي تكونوا بخير نبدأ الفيديو تنسوش لايك واشتراك بالقناة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد ايه ازايكم يا اجمل فانز وهشتوني جدا فيديو اليوم معينا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل هنعرفي ازاي برنس مصر اكل لحمة خنزير في تركيا ولي بيقول طعمه حلو وهجوم شرس جدا من المتابعين حرام عليك وربنا يسمحك يا ترى ايه الحكاية كمان هنرد على سؤال حصري لكل الفانز عن حمدي ووفاء وازاي هما في الامارات مش في تركيا كمان معينا مفاجأة لكل الفانز وكلب جديد مش هتصدقوا بصوت مين انتو اللي هتعرفوه بنفسكو وغيرة قوية جدا ما بين بيبي مكة وكمان حياة هتحكوا قوي واخيرا سبب عصبية الاميرة فيروز في تركيا وليه كانت زعلانة وقبل ما نروح على الفيديو ما تنسوش تثبتوا وجودكو وتعملوا لايك كتير على الفيديو يلا بينا نبدأ وهنبدأ ببرنس مصر وازاي اكل لحم خنزير في سفرية تركيا في البداية نحب نبارك لبرنس مصر على وصوله لخمسة مليون مشترك على اليوتيوب مبروك يا برنس الكون وقبل العشرة مليون طبعا يا جماعة احنا بنردلكو اهم الاحداث اللي حصلت في تاني يوم من صفل تركيا لعيلة الجمل بس في البداية هنقولكو ليه مستر احمد كان بيفطل لوحده مع برنس مصر وعيلته دل على السلامة حلي بالك انتي لبخرانا وبما اننا بنتكلم عن الفطار تعالوا نعرف حقيقة اكل لحم الخنزير لبرنس مصر والحقيقة برنس مصر في الفطار اكل لانشون باللحم الخنزير وحرفيا يا جماعة اكل الطباق كله وما اخدش بقيله خالص وعجبه كمان جدا المصيبة انه كان عاوز ندم راتو كمان تأكل منه بس هي رفضت احمد دحكنا قوي لما قاله انت جاهل عشان ما شفش لسمة الخنزير جنب اللانشون موجود لانشون خنزير في الفطار اه مكتوض جنبه انه وسع خنزير لحمد مع راشد بتاع واخد منه واخده كبير مش حددوك وقال لي لجنة انا جيت بعديكم في الفطار احنا عيسى بنا انت جاهل زي ما سمعته يا جماعة بننسى مصر ما كانش واخد باله خالص ولا كان يعرف بس حصل عليه هجوم كبير من المتابعين انه حرام عليك تأكل خنزير وربنا يسمحك اكيد طبعا لحم الخنزير حرام على كل مسلم ومسلمة لكن يا جماعة ما كانش يعرف اكيد لو يعرف ما كانش يأكل منه فما تزلموش بيرنسى مصر ودلوقتي تعالوا نروح لحمد الوفاء وسؤال الفانس ازاي العيلة هتقابلهم وهم اصلا مش في تركيا والحقيقة عارفين طبعا ان حمد الوفاء موجودين دلوقتي في الامارات في دبي لكن العيلة مش في تركيا قلنا انهم رجعوا من كاليوم وحمد الوفاء من اكتر من 10 تيام كانوا موجودين في تركيا يعني في اهتمال كبير يكونوا قبلهم هناك قبل ما يروحوا على الامارات اكيد كنتوا تعرفوا لو متابعنا في الفيديوهات اللي فاتت اهملنا كلنا متحمسين جدا لفلوجات السفر لتركيا قلونا في الكومنتات ممكن العيلة يكونوا قبلهم في تركيا قبل ما يروحوا دبي طبعا ولا لا وإذن الوقت تعالوا نروح لمكة وحياة وتصلحوا النهاردة يا جماعة مش قلنا لكم انهم هيتخنوا كتير في تركيا ربنا يهديهم على بعض لو كمان كانوا بيغنوا اغنية برنسو يا قلبي انا يا عشي انا لما حبيتك قلبي تهزي من مكانه تاعلوا بقى يتحكوا على كوكي بنت برنسو اصابت جدا على برنسو مصفر لما لقيته بيقول لحياة انا بحبك وقالت له ما تقولهاش كده كوكي غارت يا جماعة حياة بحبك وانت يا بحب حياة بحبك انت وحياة ما انتو اللي تنب بناتي حياة يا انا واحد مين بحك على رد فعل كوكي يقول لنا في الكومنتات ودلوقتي تعالوا نروح للاميرة فيروز وليه كانت متعصبة جدا وزهلانا والسباب يا جماعة انها كانت عاوزة تشتري كاميرا من المحل قبل ما يقفل بنصف ساعة وخايفة جدا ما تلحاش السبب هي جلجل لانا اتأخرت في الحاجات اللي بتشتريها من المحل عشان كده عصابت جدا على برنس قالت له اسكت دلوقتي عشان انا متضايقة مين اللي هاجيب كاميرا دلوقتي انا بص ممكن اجيب لي مكة واحدة بص خد عشان متضايق متضايق ليه جدا من يمزع عليك عشان هاشتريت حاجات بل انت الاخر وعشان بنتكلم عن فيروز عيلو اللقطة مضحقة جدا لروزة كانت بتاكل كروسون بالشوكلت وكانت لغبطة وشها خالص احنا فيروز في الدنيا والله ودلوقتي واخيرا تعالوا للمفاجئة الاخيرة معنا وهو كلب جديد بس هتعرفوا مين هو اللي بيغني وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهيش سئلي الفانز الفيديو اليوم هو قلونا الاغنية الجديدة بصوت مين من العيلة جلجل ولا ندا حمو ولا اي احلى شوفوا لي الاخر وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة هنا وصلنا للنهاية ما تنسونيش في لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم الفيديو جاي احبكم جدا ما سلنا موسيقى 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 موسيقى